هذه العبارات جسدت الحاجة للعمل ورفعت مطلب جمعية البطالين في السوقر بولاية تيارت في رحيل مدير وكالة التشغيل المحلية وحملته وزر الأخطاء في التسير هذا المدير يتنحب البكاتاء هنا هذا لزوفر رايق زلهم يميلتم خرجوا من الحبس ودخلوهم الشباب الذي تجمع في وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة يطالب بالتوظيف على الخصوص في مشروع تابع لمصفات البترول مدير وكالة التشغيل اعتبر أن ما يحصل محاولة للضغط عليه من البعض الراغب في تسير الوكالة بدلا منه قد يقول للإدارة ولجمعية البطالين أخطاء ولكن تبقى المشكلة في سياسة التشغيل من الأساس مع ما يرافق تطبيق القوانين من دماغوجية حكومية باسم شراء السلم الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر